البروباجندا اللي عملتها إسرائيل أيام صفكة شليط تمام اللي هو الأسيري اللي كان قاعد عند حماس خمس سنين وساعتها قالت إن الجندي الشخص الواحد الإسرائيلي مقابله حوالي 1200 فلسطيني وحصل كلها بروباجندا وحصل تمام أما جنف المحكف الفعلي لا يعنيهم الأسرة لا يعنيهم نهائي يموتوا يعيش مش عايزينهم يعني أكتر أكبر دليل إن هم عارفين إن دورة إسرائيل خارجين من الجنود بدل ما تحمل جنودكم اللي خارجين أو تحاولوا وشوفنا حتى في الفيديوهات الجندي لما بيتصاب زيميلوا بيجري بيجري ويسيبوا عكس المقاومة في أي حتة في الكون بيجيب زيميلوا لا لا فهم أهم حاجة عندهم إن هم يخلصوا من أي أسرة يعني لا يعنيهم خالص لدرجة أما تشوف المظاهرات قدام بيتنا تانياهم بدهم بيعتادوا على أهالي الأسرة بالضرب ولا يعنيهم هم مش في دماغهم خالص إن هم ينقذوهم أو ما ينقذوهم مش نهائي مثلا لو أخذ اتنين أسرة اللي خدوهم اليوم الحرب الإبادية هذه التي تتم في غزة هو من أجل ذريعة تحرير الأسرة تمام لا ده الزريعة لكن هي لا هي لا يعنيهم خالص تحرير الأسرة هو ده يعني كلام طيب كيف نثبت هذا من كتب الشريعة اليهودية هنيجي مثلا عشان نتكلم مثلا على إزاي الشريعة الشريعة اليهودية تحفظ هؤلاء على الإبادة الجماعية طبعا تمام هنلاقي فيه نوعين من الإبادة في كتب الشريعة عندهم فيه نوع لو المدينة دي بعيد عنك زي مثلا بيكلموا زي باب الأشور أي دولة في الجزيرة العربية ولا الإبادة دي من المدن اللي رب وعدك بيها أو اللي انت هتحتلها اللي هي مثلا أرض فرستين التاريخية كلها تمام فيه فرق ما بين وده اللي هيكشف الوجه الآخر للإحتلال الإسرائيلي في اللي احنا هنقول دلوقتي حاليا يعني فإحنا لو جينا مثلا في لوحة اتنين تمام هنا دي مثلا احتبعت في سفر التسنية اللي احنا بنتكلم عنها ان دي للطورة الأساسية اللي هي جدال عليها اللي هم أصفار موسى الخمسة هنلاقي هنا بيقولك حين تقترب من مدينة لكي تحاربها ودعوتها للسلام طبعا عشان ما نفرحش أو نتغرق السلام عند الإسرائيلي هيبان هو التسليم يعني مش نقتسلم أمرك له بالمناسبة برضو على فكرة يعني من التحريف اللي بيتم في النسخ العربية أو التانية أو الإنجليزية هنلاقي أن كلمة هنا السلام شلوم اللي هي شلوم بالعبري أو هي هناك معمولة للمصالحة للمصالحة دي لما يكونوا الاتنين عايشين في مكان واحد ودي أرضهم مثلا وحصل قبيلة مع قبيلة يتم الصلح تمام لكن لا هو مكتوب للسلام فإن أجابتك إلى السلام وفتحت لك فكل الشعب إيه اللي هيحصل الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك السلام في الشريعة التوراطية التسليم يعني مش عامل معاك سلام ونعيش في أمان يعني تسلم نفسك لي وتتحول عبد عبي ونعيش